طبعاً أنا عايف أن أنت نفسك تقوم بتقول لي يا إخوات شيء خلاصة؟ مش فاهم طبعاً أنا شايفه بيغني معاها أصلاً وبيقول عايز أقول طاير الوروار هو أبيولا الوروار يعني الورور ده مش الجرجير ده مش الجرجير يا ويرور ده حاجة تانية لا أنا فكرتني بحاجة إحنا كنا مربيين طاير الوروار عندنا في البيت فين؟ بس أمي ده بحطو مواقفة عرفات في حاجة اسمها طاير الوروار وأنا معرفش إيه الوروار يعني أنت عارف أصوص زمتك أنا معرفش بالصراح لا بجد؟ أمرك روحت لبنان؟ أنا روحت لبنان كثير في أي مرة بقى؟ حوالي 8-9 مرات آه كثير أنا أول مرة روحت لبنان أعدت في مطعم وطلبت هامبورجر هامبورجر في لبنان؟ في لبنان ليه؟ مش عارف أنا فاكر أن هامبورجر في لبنان بس فروحت فجأت لي ويتر بنت أمر فتاكل إيه؟ فقلت لها هامبورجر قالت لعيوني أعدت ساعة عيد الله أعدت ساعة من قبل الجواز؟ أه طبعا بكتير شفت بلحقك كيف؟ بلحقك أهو بانخزك أيها لكن مكلتش أكل لبناني عندما روحت بعد الجواز فهمت بقى أن الدنيا ناكمش بيرجر لا لا طبعا أكلت إيه بقى أحكيني؟ هاتل مينيو فاتوش ومنوش وسانتوش منوش دي بنت جدا الله إيه أفضل حاجة عجبتك في الأكل بتاعهم؟ الحاجات اللي هي بتبقى الحلوة يعني الحلوة عندهم جميل قوي ايه بقى؟ أنا معرفش أسماء أشكال؟ اوصف لي حاجة وأنا أقول لك حاجات حلوة كلها شكلها ايه؟ كانت حاجة كده كريمة من فوق ومن تحت كده كان زي بسم لحمة ولحمة من تحت كريمة من فوق ايه يعني؟ كريمة معرفش والله اسمها ايه؟ معرفش والمصحف حاجة اسمها رعب سمك اللحمة الفراغ هامبورجر هامبورجر الحاجات دي وانت توتا أكثر حاجة بتاعمل أنا رحت لبنان مرة برد بصة وفيش حد طبعا ما بيحبش لبنان طبعا كل الناس بتحب لبنان واحنا بنعتبرها طبعا هي بلدنا التانية ربنا يعني يحميها وتقوم كده زي زمان واحسن بكتير يا رب الله يعني يا رب الله يعني تحقية كبيرة للبنان يا جماعة طبعا أنا رحت لبنان مرة الصراحة كان كان طيارة ولا؟ كان طيارة طيارة مواصلات رجب تحرير وغير طيارة مش مدال لبنان لا مدال لبنان والله مدال لبنان رحت كثير قوي على فكرة ودخلت في مول كنت جاء عام في يوم فدخلت في مول ف... أنا أريد أساني مش هتعود تشرحولي أشكال مول إيه مثلا مول اللي هو اسمه ABC لا ABC ABC ماشي ما بيقولوا عليه إيه هناك بقى ABC 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 بالفرنساوي طبعا ماشي فأنا دخلت فقلت الرجل إيه؟ قال لي بيلبق لك مش عارف إيه وبتاع فقلت له أنا عايز أكل مكارونا برضا بالفراخ تمام؟ اللي هي الويت سوس قال لي ماشي عيوني وقلت له عارفها كنت وكيلها قابليها في مصر فكتعجباني فقلت بقى هروح أكلها في لبنان يا أنت كنت أول مرة أكلها في مصر؟ اه اللي هي اللي لو أنت كبير وانت عارف اللي فيها وانت صغير ما كنتش مكارونا كان عندي 26 سنة سعيدة قلت لازم أجربها أكل مكارونا بقى بالفراخ اه أكل مكارونا بقى بالفراخ روحت فقلت له إيه؟ دخل شوية قعد وبتاع فجاب لي طبق طبق قد الترابيزة دي مثلا وفيه شكتين مكارونا بس اه وكان غالي وحطت بتاع خضرة كده على جبه فقلت له إيه يا ريسنا ده؟ أنا هدوء الأول وبعدين أكل ولا إيه؟ قال لي لأ لأ ده فيه اتجاه قومي إنه نحن بنخلي الناس سنبتيك من خلال المطاعم فما بنجيبش الكميات الأكل كبيرة قلت له اتجاهي أنا مالي عم أنا أجنبي أنا مثل لبناني أنا مثل لبناني أنا مثل لبناني أنا أريد طبق مكارونا أجبع بعد إذنك دخل والله عزي جاب لي شبه حاجة مثل حلة بس بالفرنساوي برضو أنا مش فاكر إسمائي ده كانت المرة الوحيدة يعني ما كانتش حاجة في لبنان غير المكارونا بالفراخ مكارونا بالفراخ ماذا يا جماعة دول يعني من أحلى الأكل مقبلات قبل ما تطلب الأكل يعني ممكن أطلب فراخ وكفتة بس بيجيلي قبلها حاجات كتير جدا بكولها حلوة جدا صعفش إسمائي ليه مقانق بس قالت أكل لبناني هنا الصراحة بس بيقولوا في لبنان مختلف خالص مختلف أكيد مقانق وكفتة بتبس الرمون طب ما هو؟ معارف شوانا سيدنا أسس كان يقول بتبس الرمون يعني فاكرة فقالك درس متعلوم الأولى ما يجبوا لي